وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا آله وصحبه ومن ولاه بعد أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم ومع الحلقة القتامية لهذا البرنامج مفاهيم أسرية عشنا مع بعضنا على مدى 29 خلقة رحلة جميلة رحلة يعني خضنا فيها مع بعضنا كلام كثير جداً على ضبط المفاهيم الأسرية بقي أن نضع الخريطة النهائية لبداية الطريق وسنسمي هذه الحلقة الطريق من هنا أو خارطة الطريق فخارطة الطريق نريد ببساطة نضع بعض النقاط التي من الممكن أن نسير بها بإذن الله وتكون أداة لضبط المفاهيم الأسرية وحتى ضبط حياتنا بأكملها أول نقطة ينبغي أن نهتم بها في خارطة الطريق وأول مرحلة أو محطة لمدة أن نقف عندها ألا وهي إصلاح القلوب إصلاح القلوب وإصلاح القلوب بغاية الأهمية القلب ملك الأعضاء فإذا صلح القلب صلح باقي الأعضاء وإذا فسد القلب فسد باقي الأعضاء فالقلب هو الملك الذي يحرق بقية الأعضاء فإذا كان فيه صلاح دفع بقية الأعضاء إلى العمل الجاد والاجتهاد فينبغي علينا أن نصلح قلوبنا أذكر لحضراتكم في كل بند من هذه البنوت التي تساعدنا في خارطة الطريق على بعض المفاتيح بعض الكتب بعض الأشياء لنفعلها بإذن الله تعالى من الكتب المهمة جدا أنه نضيفها بقى للمكتبة بتاعتنا الأسرية كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد والكتاب يعني أسلوبه راقي جدا ورائع جدا يتكلم على معظم أعمال القلوب بسهولة ويسر والحمد لله رب العالمين يتكلم عن التوكل والإنابة والإخبات وحسن الظن كل هذه الأمور التي تجعل الإنسان يعني ممكن حد يعني يقول ما دخل أصلاح القلوب وأعمال القلوب في الحياة الأسرية أقول لحضرتك أنت النهاردة لما يكون عندك حسن ظن فستحسن الظن في زوجها والزوج يحسن الظن في زوجته وحتى الزوج يحسن الظن في أم الزوجة وهكذا إحسان الظن ده مهم جدا ده خلق من الأخلاق أو عمل من أعمال القلوب الموجودة داخل الكتاب فأحرصوا عليهم بإذن الله يوجد كتاب آخر أيضا في أعمال القلوب وهو من الأهمية بمكان وله شرح موجود على الإنترنت هذا الكتاب أيضا اسمه أعمال القلوب لفضيلة الدكتور خالد السبت وطبعا الدكتور خالد السبت له اسلوب الكتابة اسلوب طربوي إيماني هذا الكتاب مهم جدا وهو الآخر في غاية الأهمية يوجد سلسلة أنا أدعو كل زوجيني أنهم يجلسوا مع بعضهما كل يوم عشر دقائق يشاهدوا مع بعض وهو وأولاده حتى يشاهدوا هذه السلسلة سلسلة كيف نتعامل مع الله كيف نتعامل مع الله في غاية الأهمية كيف نتعامل مع الله لفضيلة الشيخ مشاري الخراس وموجودة على الإنترنت وتردعوها وترجعوها ترجعوا للسلسلة كاملة على موقع الطريق إلى الله ويتو الله موجودة بتفصيلاتها كلها بإذن الله ولها تفريغات أيضا لكن أنا حابب أنتم تشاهدوا السلسلة كل يوم عشر دقائق هتفرق معاكم كثير جدا بعض المشكلات عندما يعني يتصل بي أحد أو يكتبوا لي على الواتس أو كده ويعرضوا عليها المشكلة لا أجيبي المشكلة ما أجيبش عن المشكلة أقول لهم إيه طيب ممكن تشاهدوا السلسلة ديت فيقولوا ليه ودي دخلها إيه بالمشكلة بيقولك ده هي طلع عناية في البيت وأنت ما يديني السلسلة دي أعمل بها إيه اسمع السلسلة ديت وعنين كلمني بعدها ليه لأنه هو بيسمع كيف نتعامل مع الله هي لما تسمع هذا الكلام وهو لما يسمع الكلام بيبدأ يتغير السلوكيات إزاي نعمل كده مع الراجل يبدأ يتكلم عن حقوق فيبدأ الأمور تتغير السلوكيات تتغير لجزاك الله خير ده كانت كفاية هذه السلسلة فسلسلة كيف نتعامل مع الله الشيخ مشاري الخرز ده الجزء الخاص بإصلاح الكلوب المحطة الثانية على الطريق ضبط العلاقة مع الله عز وجل إحنا يا جماعة في مشاكلنا كلها كل مشاكلنا أنا عندي مشكلة مع أخويا وعندي مشكلة مع زوجتي وزوجتي عندها مشكلة مع أختها وأنا عندي مشكلة مع أبويا الدنيا كلها أحل الموضوع ده إزاي؟ أضبط العلاقة مع الله عز وجل أولا والتعرف على الله عز وجل حق المعرفة حق المعرفة فضبط العلاقة مع الله طيب هعمل إيه في ضبط العلاقة مع الله؟ أقول لحضرتك لازم تسمع السلسلة دي لأنا أقول لك عليها برضو سلسلة أسماء الله الحسنى ما هو أنت حضرتك لما تكون مستأوي ومستعلي على زوجتك أو هي مستأوية ومستعليها عليه وبعدين لما تعرف من أسماء الله عز وجل القوي وتنظر لقوة الله عز وجل في الكون فتبدأ أنت تشعر بضعفك تشعر أنت بضعفك وبأنك أنت ولا شيء أصلا فيعمل مستعلي على إيه ومستأوي على إيه ممكن تدخل مشكلة أنت وزوجتك وتصل للمحاكم فتلاقي الزوجة مثلا لها قريب صاحب سلطة تقول له أنا أعمل فيك وأوريك لمستعلية ومستأوية لما تعرف أن الله عز وجل القوي أين هذه القوة من قوة الله عز وجل ربنا عز وجل قادر علينا في أي لحظة يعمل كذا فتبدأ السلوكيات تتعدن سلسلة أسماء الله الحسن للدكتور نبيل العوضي أسماء الله الحسن للدكتور نبيل العوضي من الكتب المهمة جدا في مسألة ضبط العلاقة مع الله عز وجل والتعرف عز وجل لحق العبادة في سلسلة أو كتابينهما يعني إن شاء الله يكملوا بإذن الله تعالى كتاب هنيئا لمن عرف ربه هنيئا لمن عرف ربه هذه فيها الكتاب الأول أسماء الجمال والكتاب الثاني أسماء الجلال تعرض لأسماء الجمال وأسماء الجلال في كتابين في غاية الرواعة الدكتور خالد أبو شادي دكتور خالد أبو شادي النقطة الثالثة المهمة أو المرحلة أو المحطة الثالثة اتخاذ القدوة يا جماعة لابد يكون لنا قدوة مش كل واحد شغال بدماغه الزوجة شغالة بدماغها والزوج شغال بدماغ والأولاد شغالين بدماغ والدنيا كلها كده ما ينفعش لابد يكون لنا قدوة زي ما ذكرت لحضراتكم في الحلقات السابقة مسألة إن القدوة كانت أمنا خديجة رضي الله تعالى للنساء أيضا لابد يكون دين قدوة من الرجال وأفضل قدوة على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما حسن عليه الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن تركت نكرة أسوة أسوة للتاجر أسوة للمجاهد أسوة للزوج أسوة للمربي أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شيء فنتخذ القدوة طيب نحن نحب أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وعندما نقول نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد مجرد التواريخ لا ليست مجرد التواريخ وإن كانت مهمة وأساسية لكن نريد أن نعرف الدروس والعبر من هذه السيرة كيف كان يعامل زوجاته كيف كان يعامل أولاده كيف يعمل بناتهم كيف كان يعمل أصحابه كيف كان في المسجد كيف كان يتعامل مع الكفار وهو منتصر وهو لم ينتصر كل هذه المسائل لابد أن نعرفها بحياتنا بإذن الله تعالى أول سلسلة أحب أن تسمعوها للدكتور راتب النبوس السيرة النبوية للدكتور راتب النبوس أقول لي تب ليه الدكتور راتب النبوس تم وفيه كتير أقول لحضرتك إن حضرتك لو لم تسمع السيرة النبوية للدكتور راتب النبوس هيفوتك خير كبير جدا لماذا؟ الرجل صاحب علمه ولن يزكي على الله الرجل له خبرة طويلة وكبيرة جدا في الدعوة ومع كبر سنه فبالتالي عنده من الأحداث ومن التجارة ومن الأمور التي اطلع عليها وظهر ذلك في شرحه للسيرة فهذه مهمة جدا السيرة النبوية للدكتور راتب النبوس طبعا لا يفوتنا السيرة النبوية بتقسيمتها للدكتور راغب السرجاني في خمسين محاضرة في غاية في الروعة غاية في الروعة السيرة النبوية للدكتور راغب السرجاني وأخيرا في السيرة النبوية كتابين يعني لا يستغنى عنهم وعنهما ويعني أتمنى وأدعو من الله عز وجل أن تكتمل السلسلة وهي سلسلة مدرسة السيرة لفضلة الشيخ محمد حسين يعقوب أسلوب طربوي الأحداث الاستفادات الاستنبطات ومعايش ومواقع ويعني لهذه الأمور جميعها بإذن الله تعالى النقطة الرابعة أو المحطة الرابعة إذا كنا عايشنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملنا معه وتعرفنا عليه حق المعرفة فلابد يا جماعة من معايشة الصالحين فيه فرق كبير جدا نقولنا الصاحب ساحب أنا النهاردة لما يكون صحابي هما ناس على الخير فبالتالي أنا أبدأ أخذ منهم هذه الأخلاق طب هم أشرار سأخذ منهم هذه الأخلاق واحد جاي لي يقول لي مثلا أنا لسه أضرب مراتي مبارح مثلا وهو صحبي طب يعني أنت يديه صحبية أصلا هو فيه راجل أصلا يدرب مراته ويكسر لها دماغة ويفتح لها دماغة يديه مش رجولة أصلا فديت مسائل فإحنا محتاجين نتعرف على الصالحين وأفضل الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين هما الصحاب فأنا محتاج أتعرف على الصحاب وبعدهم التابعين وأقص على ذلك إلى إلى يومنا هذا ولا يخلو الزمان من أخيار ومن صالحين فبالتالي أنا محتاج أتعرف على الصالحين وهيقى السلسلة مهمة جدا لفضل شكو محمد حسان حفظه الله تعالى سلسلة مصابيح الدجأ سلسلة مصابيح الدجأ أسلوب الراقي الرقيق الجميل الرقيق الجميل لفضل شكو محمد حسان هذه أشياء تتعلم وتعايش الصالحين فتتعامل بعد ذلك بأخلاق الصالحين وعندما تتعامل بأخلاق الصالحين ستجد نفسك ما عندك مشكلات إلا ما ندر مع زوجتك مع أولادك مع كل اللي حواليك الكتب المهمة جدا كتاب صور من حياة الصحابة دكتور رأفة الباشا طبعا أسلوب أدبي راقي جدا وكأنك عايش في الموضوع يعني يحكي لك القصة لقصة أي صحابة كأنك عايش معهم وأيضا كتاب صور من حياة التابعين للدكتور رأفة الباشا أيضا وكتاب صحابيات حول الرسول للشيخ محمود المصري من أربع ما يكون من الكتب وحريب كل الأخوات بكل البنات بكل الزوجات يقرأنا هذا الكتاب صور من حياة الصحابيات أو صحابيات حول الرسول للشيخ محمود المصري جزاه الله خير المحطة الخامسة قال وهي القرآن القرآن يربي القرآن كما قال الله عز وجل فيه سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هه هدى للمتقين فهذا هو ما بين إيدينا هدى للمتقين تريد الهداية هذا سبيل الهداية وأيضا بيّن الله عز وجل في سورة الإسراء قاله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقم فالقرآن قرآن هداية فلابد أن يكون لنا تعامل مع القرآن ونأخذ القرآن ليس على سبيل البركة أنا أحب أقرأ كده بركة وهو بركة فعلا هو بركة بس نحن نكتفي بهذا الأمر لابد من تعلم التلاوة يبقى التلاوة وحفظ وتدبر وعمل ده القرآن لابد أن نتعامل بالقرآن بهذه المفاهيم تلاوة حفظ تدبر عمل كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن القرآن يمشي على الأرض وإحنا نحتاج أن نكون نفس الشيء القرآن يمشي على الأرض تخيل أنه آية واحدة آية واحدة في كتاب الله عز وجل لو طبقها الأزواج والزوجات انتهت يعني أقول لك معظم المشاكل الأسرية والزوجية وحالات الطلاف قل الله عز وجل وعاشروا هن بالمعروف كلمتين اتنين فأنا أنا كذوب همدي إيدي على زوجتي طب وده معروف طيب همنا عن المصروف طب ده معروف طب هسيء إلى أهلها طب ده معروف طب طلبت مني أمور وضرية وهي مهتجاها وأنا عندي الإمكانية فألت لها لا طب ده معروف وعاشرهن بالمعروف وهكذا إيه الزوجة فهنا موجود في كتاب الله عز وجل والآية اللي احنا ذكرناها على مدار الحلقات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا في كتاب الله فلابد أن نتعامل في حياتنا الأسرية بكتاب الله عز وجل في القرآن يوجد حقيبة قرآنية يوجد حقيبة قرآنية يعني رائعة جدا ومواضعها ممتازة جدا ما يقرب من عشر مواد دراسية موجودة في هذه الحقيبة القرآنية وهي متوفرة على منصة زالي للتعلم الشرع المفتوح الحقيبة القرآنية على منصة زالي للتعلم الشرع المفتوح ادخل وادرس مجانا وحصل على الشهادة وكل شيء ستجد يعني كل الدعم من إدارة المنصة من شؤون الدرسيين من اللاجنة العلمية في كل الدراسة الموجودة عليها ولا تكتفي بالحقيبة القرآنية بل كل المواد الموجودة على منصة زالي للتعلم الشرع المفتوح من الكتب المهمة جدا 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 تكون موجودة عندنا في المكتبة وتساعدنا أن نفهم حياتنا ومع القرآن كتاب التدبر في مركز تفسير ده يعني حاجة شيء روعة جدا حاجة يعني من البرامج اللي في غاية الأهمية لأنها ستربطك بالقرآن يعني ربطا رائعا جدا برنامج بالقرآن اهتديت هذا البرنامج بالقرآن اهتديت للشيخ فهد الكندري وأنصح برؤية ومشاهدة كل المواسم ليس موسم واحد كل المواسم التي يعني كان فيها بالقرآن اهتديت وإذا كنا قد تكلمنا عن القرآن فسنأتي إلى المحطة التي تليها الحديث النبوي لابد هو ذا الوحي خدوها قعدة كلما اقتربنا من الوحي كلما كان الخير معنا كلما اقتربنا من القرآن والسنة كلما كان الخير معنا كلما حققنا القرآن والسنة وعملنا بما في القرآن والسنة كلما كان الخير معنا فالقرآن يدلك على كل خير والسنة تدلك على كل خير طبعا رياض الصالحين كتاب رياض الصالحين ده لا يخلو منه أي بيت ده كالملح في الطعام أي بيت لا بد أن يكون في رياض الصالحين وأنصح بكتاب أيضا يكون في البيت قال وهو منهاج المسلم للشيخ بكر الجزائري أبو بكر الجزائري ده يكون أيضا موجود داخل البيت الأربعين النووية كتاب الأربعين النووية أيضا كتاب مهم جدا ولا بد أصلا يقرأ ويفهم في كتاب الأربعين النووية ليه الدكتور مشعل فلاحي لأنه بيستخرج منه الوقفات التربوية ده اللي احنا محتاجينه والدكتور مشعل له يعني أسلوب وطريقة في الكتابة في غاية الروعة وهو معاصر فبالتالي بيعتقل زويله الخلاصة كتاب قيم كتاب أيضا الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية في 360 درس 360 درس لهذا الكتاب آخر محطة معنا في خارطة الطريق مكتبة الأسرة فينبغي على الزوجين إقامة مكتبة للأسرة في بيتهما من هذه الكتب بمية طريقة في تربية الأبناء كيف تكون أحسن مربي وبصبي طريقة لتحبيب الأبناء في الصلاة كيف نربي أبناءنا سلسلة تأهيل الأسر وغيرها من الكتب ونسأل الله عز وجل في ختام هذه السلسلة وهذا البرنامج مفاهيم أسرية أن يوفقنا ويوفقكم وأن يبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وبناتنا إنه ولي ذلك وقادر عليه سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة